يا اهلا بكم في كوتو ستارت مع محمد فتحي. اه دي القناة بتاعتنا على اليوتيوب. اه كوتو ستارت. اه ودي الفيديوهات ممكن بتضغط على البليلست. تختار القناة. احنا عندنا بنكرر الكورس باللغة العربية وباللغة الانجليزية. اختار الكورس المناسب. وابدأ اضغط على اه وما تنساش تشير. تعمل مشاركة للقناة. سبسكرايب اند لايك للفيديو. وسيب تعليقك من فضلك رجاء. اه بنحسن به الفيديوهات ومنتظرين تعليقك سواء كان باجاب او آآ بالنقض لتحسين القناة. ولدعمنا احنا اللايكس والشيرينج هو ده اكبر دعم لنا ان احنا بننزل فيديوهات تاني. فالعملية دي مهمة جدا 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 جدا. آآ النهاردة ان شاء الله هنتكلم على اللي بنكمل حديثنا على الفلاتر آآ او في الفلاتر يعني. آآ اتكلمنا على المحاضرة اللي فاتت على الفلات بقن والفلات بقن ده كان بدون اي آآ يعني مستوى كان على مستوى الشاشة. آآ وبعد كده اتكلمنا على الفلات بقن دوت الايكون. آآ النهاردة ان شاء الله هنتكلم على النوع التاني من البقن اللي هو بنسميه الريزد الريزد بقن. انا قدامي هنا مشروع فاضي مفوش اي حاجة خلص وهو عبارة عن اسكافولد والاسكافولد ده البضي ده آآ كولم والكولم فيه الويتجيتس ده فيش اي مشكلة مبدأ استختار الريزد بقن. وآآ اتنين بروبرتي مهمين جدا هنا للريزد بقن اللي هو او الريزد بطن اللي هو خاصية التشايلد. واللي هنا ممكن ندره ايكون ندره اي حاجة. احنا نختار تيكست ويتجيت دلوقت. ونقول له مسلا هنا آآ آآ ريزد. بقن. والخاصية التانية اللي هي اللي هي خاصية آآ آآ بريست. يعني لما نضغط على البطن هنه يحصل ايه? هندله الانوماس فونكشن. هنستخدم الارو آآ فونكشن. وبداخل الارو انا هبرنت آآ مسلا آآ ريزد. ريزد بقن. واز آآ كليكت. ولو عملت دلوقت بالضغط على كنترول اس ده البطن بتاعنا. هتلاحز ان هو في في شادو كده. كأنه مرتفع عن عن سطح للشاشة. آآ فلو ضغط على الكليك كده هيبدأ يشتغل الان كليك. ويقول ريزد بقن. آآ لو ضغطنا بالشكل كتير كده تمام. آآ ده كان بنسبة للاتنين آآ بروبيرت الرئيسيين او الريكوايرد. هنتكلم بعد كده على الكالر والتيكست كالر. خاصية الكالر هي خاصية الكالر او الباك جراوند للبطن نفسه بنسميها الكالر. فممكن اقول له مسلا كالرز دوت آآ ريد او ريد آآ اكسنت بالشكل ده. فلو ضغطت سيف اصبح البطن عبارة عن آآ الشكل انت شايفه. ممكن كبان اختار خاصية التكست كالر. لون النص نفسه. يبقى كالرز دوت آآ وايت مسلا. واسيف. اصبح البطن عبارة عن بالشكل ده. تمام? ونون النص بقى لونه ابيض. آآ ممكن كمان نتكلم على نديف باقي الخاصيات اللي احنا دفناها في المحاضرة اللي فاتت. آآ ممكن نديف هنا كمان خاصية السبلاش كالر والسبلاش كالرز ده وانت بتضغط. اما بتضغط في كالر مع كده. فكالرز دوت. آآ نقول له مسلا آآ اورا. اكسنت. نلاحظ كده وانت بتضغط. اتضغط انا هتضغط. نلاحظ. في لون اورنج كده بيشتغل. تمام? هو ده البلو. كده نقول له بلو. آآ نضغط في لون بلو واضح جدا اهو. وهكذا بقى ممكن نضيف باقي الخصائص زي. دي سيبل. دي سيبل كالر والدي سيبل تيكست كالر. آآ كالرز دوت. آآ جري. اور براون. والدي سيبل كالر. دي سيبل كالر. كالرز دوت جري. ونسيف طبعا مش يحصل اي تغيير. لازم نعمل او نوقف الام بريست. اصبح هو كده دي سيبل. فاصبح باللون ده. تمام. آآ وبكده يكون يعني اتكلمنا على وممكن تضيف باقي الخصائص زي ما اتفقنا اللي احنا قلنا عليها في اللي اتكلمنا فيها في المحاضرة اللي فاتت. آآ تعالوا نتكلم على النوع التاني من من البق او البطن اللي هو الريزد. آآ بق دوت ايكون. زي ما اتكلمنا على الريزد الفلاد بطن دوت ايكون. برضو بنفس الطريقة اقدر اتكلم على الريزد بق دوت ايكون. آآ ممكن اضيف هنا بعض ال آآ هو هنا ينازل مع تلاتة اللي هي الان بريست. والايكون والليبل. تعالوا هنا هنشوف نبدأ بالان بريست. وهتبقى ونريتيرن او نبرينت ريزد بق دوت ايكون وز كليك وبعد كده الايكون هتبقى هنا ايكون وهنديها ايكونز دوت مسلا آآ فوليام آآ آآ تمام. كنترول اس. طبعا لسه ما اضفناش البروبرتي بتاع الليبل. نضيف بروبرتي الليبل هتبقى تيكست. آآ ومكتوب عليها مسلا انكريز. وسيف. بقى اصبح عندي البطن بالشكل ده. تمام. منكم بقى ابدأ اضيف بعض الخصائص التانية زي الكالر. وهنا نقول كالرز دوت آآ ريد. اكسنت. سيف. فاصبح البطن بالشكل ده. ممكن نضيف كمان. تعالوا نضيف هنا سايزد بوكس. سايزد بوكس. والهايد. مية. وكوما. تمام. وممكن نضيف كمان خاصية بعد الكلر. نضيف خاصية كمان التكست. تكست كالر. كالرز دوت وايت. كنترول اس. اصبح هنا التكست والايكون بعلونهم آآ ابيض. ممكن نيجي هنا وندي ال. كالرز. 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 دوت يالو. بقى لقى كل لونها بالشكل ده. والتيكست لونه مختلف. آآ ومنكم بارده بنفس الطريقة. آآ نتكلم على نضيف باقي البروبرتز. زي الهايلايتد كالر. والديسيبلد كالر. وآآ آآ تعالوا نشوف النوع التاني بقى من البطنز. هنتكلم عليه. اللي هو كده النوع رقم تلاتة. تعالوا نضيف بس كده آآ بوكس. سايزد آآ بوكس. والهايد هيكون آآ ميت بيكسل. ونضيف بعد كده النوع التالت من البطن. دلوقت احنا اتكلمنا على الري الريز بطن. والريز آآ آآ بطن دوت ايكون. تعالوا نشوف مع بعض هنا النوع التالت اللي هو الايكون. بقى. والايكون هنا هنبدأ نضيف. آآ اول حاجة هنتكلم عليها هي الايكون اللي هتظهر. ونقول مسلا ايكونز. ايكونز. دوت. آآ فوليام. داون. طبعا هنمحتاجين نراب ده مع ايكون. ايكون. تمام? وبعد كده نضيف الانبريست. انبريست. 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 ده الحاجة اللي قدامنا بسطة جدا. ان انا اقدر ابرنت دلوقت. نقول مسلا هنا اني الايكون. بقى. وز كليكت. لو عملت سيف. بقى بالشكل ده. كل ما بنضغط كل ما بيشتغل. آآ ممكن كمان اغير بقى بقى البروباتز. انا غيرت الايكون والانبريست. ممكن نغير الكالر. وهنا كالرز دوت آآ ريد. اكسنت. نسيف. نبقى بالشكل ده. ممكن كمان نغير خاصية السبلاش كالر. السبلاش كالر. نسيف. نضغط واحنا بنستمر ضغطين. لاحز. جميل جدا. بدأ اللون يتحرك بانيميشن. البيتجراوند يتحرك بانيميشن بالشكل ده. هو ده السبلاش كالر. آآ ممكن بقى نضيف آآ بقى الخصائص زي الهايلايتد برضه والديسيبل. وبكده يكون وصلنا لنهاية محاضرة النهاردة. ما تنساش تشير. تسيب تعليقك. ده بيكون من اكبر دعم لينا. عشان نكمل الفيديوهات بتاع القناة بتاعتنا. آآ ونشوفكم ان شاء الله في محاضرة قادمة.